لك أنه أنا اليوم كل يوم نقوم بنشاط من خلال العمل ديالي من بعد نروح الرياضة فنحس باللي كينتعب زائد في هالشي هل الرياضة ولا اليوم لما يكون تعب يقول لك ما نشفهم السؤال مليح فهمت أنا آبي فريق هو يقول لك فيما معناه لأنه كتابة غير واضحة يقول لك باللي لما يكون يقوم بعمل ولا جهد خلال اليوم وبعد يروح يمارس الرياضة هل التعب بتاعه ليكون في اليوم يساهم في قدرته على الإصابة بمختلف الإصابات في الجسم ولا لا لا نعم يعني إذا كان عمل شاق راح شوية كما نقوله يقلل بريمير ما راح يقلل من المستوى تاعه في التدريب يعني المستوى تاعه راح يقلل أنه بذل جهده كبير خلال اليوم ولا خلال العمل تاعه هنا الحل تاعه وشنو هو أنه قد ما يكون الجهد تاعنا سوى في العمل ولا سوى في الزنطرانمون لازم اتقابلوا نفس الكمية من طيب هل الناس اللي تقوم بجهد كبير في اليوم وعرضة أكثر لإصابات ولا لا بطبيعة الحل لأنه ليزارتيكولاسيون تاعه راح يخدموا بزاف خاصة في أثناء اليوم تاعه العضلة تاعه يكون عندهم كما نقوله كانوا قايمين ديجا بجهد كبير وهو يزيد روح يجدهم في العضلة في القاعة الرياضية تسمى هنا مستوى تاعه في القاعة الرياضية لازم يكون مستوى متوسط في هذه الحالة كيفاش يقدر يوفق بين العمل الشاق وممارسة الرياضة لأنه العمل الشاق ما عنده احتعالقة بالرياضة التعيبات أنه تكون لا ريكوبيراسيون كاينة وتكون كافية هذيك لا ريكوبيراسيون الجسم تاعنا لازم كما نقوله تكون عنده لا ريكوبيراسيون كافية سواء من ناحية النوم يعني النوم تاعه ما يقلش تحت ثماني ساعات وخاصة يعني كما نقوله قبل منتصف الليل يعني على الأقل ساعة أو لساعتين قبل منتصف الليل الأكل النظام الغذائي تاعه لازم يكون غاني بالبروتين